نعيشه معا يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان يوم من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها يوم الخامس والعشرين من شهر جوليا من هذه السنة ومن السنة التي قبلها الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الإدارية الذي ورد فيه بالحرف الواحد ما يلي إن القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في إطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري فكيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسية الأصلية هي تصدر الأحكام والقرارات باسم الشعب وتتولى مرقبة الشعب حينما يفسح عن إرادته في الاستفتاء سيتم إن شاء الله في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد كما سيتم في أقرب الأجال إرساء المحكمة الدستورية أن قضية الحريات محصومة ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأولي اشتركوا في القناة